موسيقى أهلا بكم مشاهدين في السلطة الرابعة وإليكم أبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية يمن ديلي يكتب سفير إيراني جديد في صنع السياقات والأهداف الإيرانية الحوثية وفي موقع مأرب بريس سيف الحاضر يهاجم النخبة السياسية اليمنية متسائلا لماذا تدس رأسها في الرمال وهارت ستتساءل هل تتطور المواجهات في الضفة الغربية موسيقى أهلا من جديد صلت موقع يمن ديلي الضوء على إعلان ميليشي الحوثي المصنفة إرهابياً فجأة عن استقبال سفير الإيراني الجديد لديها علي رمضاني لأول مرة منذ إعلان إيران عن وفاة السفير السابق حسن إيرلو بشكل غامض نهاية العام 2021 ونقل الموقع عن أمل عالم الباحثة اليمنية المتخصصة في الشأن الإيراني قولها إن الإعلام الإيراني لم يتحدث مطلقاً عن السفير الجديد وخلفيته واكتفى بنقل الخبر من وكالة سبأ الحوثية كما نقل الموقع في تقرير له عن الباحث سليم عبد العزيز قوله إن وصول رمضاني جاء في وقت تحاول فيه إيران تثبيت ميليشياتها أي مأسستها سياسياً والاعتراف بها بعد أن خلقت البيئة الجيو سياسية والاستراتيجية لتثبيتها ميليشياوياً وحربياً مضيفاً يلاحظ أن ما يسمى بالسفير هنا جاء بعد تشكيل حكومة حوثية بدوره يقول المحلل السياسي عبد الهاد العزعز إن السفير أتى باعتباره المراقبة العام أو ما يمكن تسميته بالمندوب السامي لقم للحرس الثوري الإيراني مهمته الأساسية الضغط باتجاه انفراجة في الملف النووي وعلاقة إيران بالغرب عبر استغلال جماعة الحوثي وتحويلها إلى مخلب يهدد ظاهرياً المصالح الغربية في البحر الأحمر وخط التجارة الدولية في مقال له بموقع مأرب بريس شن الكاتب الصحفي سيف الحاضر هجوماً على النخب السياسية اليمنية التي قال إنها تدس رأسها في الرمال تجاه المخاطر التي تهدد بنهيار كامل لما تبقى من مؤسسات الدولة الشرعية متمسكة براتب مذل ومهين سواء من كشف الإعاشة أو كشفات اللجان الخاصة لدول الخليج الكاتب قال إن تلك النخبة التي تغامر بالوطن من أجل فتاة المال ستستفيق قريباً لتكتشف أنها لن تنجو من مخاوفها التي دفعتها لدس رأسها في الرمال وأشر الكاتب إلى أن تلك الرواتب والاعتمادات ستقطع عنهم مضيفاً لا يدركون أن تلك القوائم الاعتمادات والإعاشة الطويلة ما اعتمدت إلا من أجل استلابهم الإرادة ليسهل العبث بهذا الوطن وعند الانتهاء سترمى جميع تلك القوائم في سلة المهملات وستندمون يوماً حين تستفيقون وأنتم بلا دولة ولا هوية ولا صفة لا قيمة لكم ولا وزن وأوضح الحاضر أن الوضع وصل إلى أقصى مدى من الدمار والحصار والقتل والموت مرضاً وجوعاً وانتشر الفقر ليداهم كل بيت في الداخل مضيفاً استمروا في دس رؤوسكم في الرمال وتركوا أطراف خارطة الاستسلام يعبثون بحاضر ومستقبل هذا الوطن ووحدته واستقراره وجمهوريته وسلامة الشعب في حادثة هي الأولى منذ بدء هجمات الحوثية على السفن في نوفمبر من العام الماضي ذكر موقع ميدل إس أونلاين أن ناقلة نفط سعودية تعرضت لهجوم أمس الاثنين في البحر الأحمر قبالة اليمن يقول الموقع أن استهداف الناقلة أمجاد التي ترفع عالم السعودية يلقي بتداعيات سلبية على الجهود التي تبذلها الرياض من أجل الوصول إلى إرساء هدلة شاملة في اليمن نقل الموقع أن الناقلتين أمجاد التي ترفع عالم السعودية وبلولا جون ون التي ترفع عالم بنما كانتا تبحران على مقربتين من بعضهما البعض عندما أصيبتا لكنهما تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات أفراد على متنهما ويشير الموقع إلى أن عبد الملك الحوثي زعيم الميليشية المدعومة من إيران قد تهجم على المملكة خلال الآوينة الأخيرة ملوحا باستهداف مطارات وبنوك في السعودية برغم الدور الذي تلعبه الرياض لإحلال السلام في اليمن الذي دمرته الحرب ودعمها المالي للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية في الوقت الذي تستمر فيه حرب الإبادة في غزة ويعاني الشارع الإسرائيلي من الانقسام الشديد بسبب اتهام حكومة نيتنياهو بالتفريط في حياة الأسرى الإسرائيليين أصبحت الضفة الغربية مركزا لصراع دام يمكن أن يتطور إلى معركة أوسع نطاق وفق صحيفة هارتس ويرى الكاتب في الصحيفة تسفي باريل أن العملية الأخيرة في الضفة أدت إلى تقييم إسرائيلي مفاده أن هناك تصعيدا استثنائيا وخطيرا من المقاومة ويردف الكاتب لكن بعيدا عن الجوانب التكتيكية لهذا الأسلوب من العمل والتي تذكرنا بأيام الانتفاضة الثانية القاتلة فإنه من المبكر للغاية أن نحدد ما إذا كانت هذه العمليات تشكل استراتيجية فلسطينية جديدة مصممة لتوليد انتفاضة مماثلة للانتفاضة التي اندلعت في السنوات الأولى من الألفية ويقول الكاتب أن العصابات الإرهابية اليهودية التي تهاجم المدن والقرى الفلسطينية سوف تؤدي إلى نضوج الظروف اللازمة لانتفاضة مدنية فلسطينية عنيفة جديدة مضيفا وإذا كان الأمر كذلك فإن السيطرة على محور فيلدالفيا ومعبر رفاح الحدود لن تفيد إسرائيل سواء على الصعيد الأمني أو الدبلوماسي نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقال لامي وفق الوكالة إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل لكنه يسر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة الوزير البريطاني علق أمام مجلس العموم بقوله نحن ندرك بالطبع حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية ولكننا نشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل وإزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية على وجه الخصوص وتمثل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل وقال لامي وفق الوكالة أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أم إسرائيل في ختام السلطة الرابعة أشكركم على طيبة المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة